في الذكرى السادسة عشرة لاستشهاده يحتجد رفاق القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني جار الله عمر هنا في هذه القاعة لمديرية المعافر بريف محافظة تعز في ندوة يتحدثون فيها عن جزء من مسيرة حياته تقربة الوطنية اليمنية وما تعرض له المشروع الوطني من انهيارات وتصدعات أردنا أيضا من هذه الندوة السياسية والفكرية أن السعيد حضور الفكر والسياسة والثقافة في الحضور في الراهن الوطني خصوصا وأن الهوية الوطنية اليمنية القامعة قد تعرضت لتقريف غير مسبوق حضور جماهيري من القيادات السياسية والعسكرية والمثقفين بالمديرية بالإضافة إلى قطاع المرأة استمعوا لأوراق عمل قدمت من قيادات سياسية تناولت دور الشهيد جار الله في العملية السياسية على مدى عقود من تاريخ اليمن بعد حرب 94 كان الحزب في حالة قمود وعندما عاد هذا الرجل طبعا حركة المياه الراكدة هو والمناظر الرفيئ صالح عباد كان لهم دور بارز جدا في حياء الحزب الاشتراكي اليمني بعد حرب صيف 94 شهدت الندوة مشاركات من مفكرين وسياسيين عرب عبر دائرة تلفزيونية تحدثوا فيها عن حياة الشهيد جار الله عمر كسياسيا له ثقله السياسي ليس على المستوى المحلي فحسب بل والخارجي أيضا نستضي بهذا الضياء الرائع والجميل الذي كان للرقل الفضل في أن أمارنا طريق الكفاح وكيف يمكن أن يقدم الروح وهو أغلى ما يمتلكه الإنسان في سبيل هذا الوطن المنكوب إذا قاز لي التعبير ولكن إن شاء الله نحن في طريق العودة إلى وطن آمن وموحد بأسلوب حديث وعصري كما رسمه لنا الأوائل في ختام الندوة فتح باب النقاش والمداخلات للحاضرين الذين أكدوا على دور الشهيد وإسهاماته وضرورة المضي على نهج التسامح السياسي الذي جسده جار الله عمر وقدم روحه في سبيل ذلك في هذه القاعة يتذكر الحاضرون شهيد التسامح السياسي جار الله عمر ويقرؤون تاريخا خطه الشهيد بدمه وحلما دفع حياته ثمن له على أمل أن يأتي من يكمل مسيرة القائد الشهيد فوزي الحمدي قناة بالقيس المعافر تايز